تقرب علينا هنا شوية مو مشكلة بالله الشخ لا تقرب هذا المكيف شوية هواء قليلا لو تستطيع جدا أيوة بس جيد ثماتنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسله أولا قبل أن نبدأ في الدرس الكلام ممنوع أترك الكتاب أترك الجوال أترك كل شيء أترك نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله الحمد لله pada kesempatan yang berbahagia kali ini شيخ Dr. Haitham Sarhan حفظه الله تعالى أكثر ترجمة نانسي قنقر 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 نعم من يعرف لماذا نطلب العلم من فايدة من طلب العلم ما فايدة او ما يمكننا أن نطلب العلم لا 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 امامك امامك اللي امامك اللي امامك ثقBrute ما فايدة من طلب العلم بدلة العلم ، شكرا لماذا نطلب العلم لماذا نطلب العلم ما هو المفايدة من طلب العلم ما هو المفايدة من طلب العلم من يعلم نعم 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 يقول أرفع الجهل عن نفسي نعم وغير و هاذا قريق يصل إلى الجنة نعم هذا قريق نعم 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 اذا نحن الآن هنا طلب العلم لسنا في شوق الخطاب لا يجب أن يظهر أثار طلب العلم على الطالب كيف نترب العلم نعرف فضل العلم كيف نترب العلم كيف نترب العلم العلم عادة أو عبادة من العلم عادة أو عبادة عادة عادة استعداد الناس هنا في عندنوس يطلب العلم وفي هذا المكان وهذا يطلب العلم عادة والدو قال لازم تطلب العلم صح صحيح صحيح لا ليس صحيح جاءة صحيح لا ليس صحيح صحيح الناس لأن حدث صحيح 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 ولكن كيف نطلب العلم كل واحد منكم يقول أنني طلب العلم لكن كل واحد صديق لا لا لدينا نطلب العلم ولا يقول أنني طلب العلم وبعضها هل كان على رب العلم جزء تعالى لقد كان منافر الدين أحاولكم كثير أو توقف كثير زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذن اليوم أكثر المنافق يظهر لك إش يظهر لك الإسلام ويطر ماذا الكفر يثبتك لا يريد ميك أن تقلب العلم ممكن زميلك في الدراسة منافق سوى عبد السلام إذا لابد أن تقلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضا الله عليه أيام الاختبارات ما لا تصنع ما لا تصنع تحفل لا تجد وقتا حتى لطعم الشر تنم فلين kita sedikit tidur حتى وانتناهم أحيانا تراجع في النوم bahkan terkadang فلين إنما أنفقه فلينما أنفقه ذلك ؟ فلينما أنفقه ذلك؟ أنت ضرر ضرر على المجتمع لا 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 ممنوع إلا هنا ضعبه هذا لأن حلقة تعبان ومشكلة أما هنا ونحن واحد فقط نعم kalau begitu kita hanya bisa menjadi penyebab tersebarnya bahaya kepada masyarakat kita أنت الآن هنا في طلب العلم تأخذ مقعد عن 200 مليون صح أولا هذا الآن الذي يدرس هنا أخذ مكان يبحث عنه 2 مليون وزياء 270 مليون صحيح كتب ليه الطالب الطالب من أندنوسيا عندما يذهب إلى الجامعة الإسلامية هو مرشح من 270 مليون 270 مليون المفروض يتطلع لهذا المكان أخذ هذا الطالب صح فعندما يدرس هنا في المعهد هو أخذ مكان يتطلع لهم أنت لا تقول 270 مليون قل يتطلع لهم 3 مليون مثلا كتب ليه كتب ليه كتب ليتطلع لهم وكتب ليه وكتب ليه 30 مليون يتطلع لهم لا يتطلع لهم لا يتطلع لهم لا يتطلع لهم يتطلع لهم يتطلع لهم يتطلع لهم يتطلع لهم لا يتطلع لهم كتب ليه يتطلع لهم مليار وكذا من الناس اختارك الله ان تكون طالبين الله سبحانه وتعالى memilih anda dari 270 juta penduduk Indonesia atau bahkan lebih dari itu mungkin sekitar lebih dari 2 مليار penduduk dunia mungkin الله سبحانه وتعالى memilih anda dari sekian banyak hamba-hambanya إذا لابد أن تعرف أنت في نعم الآن kita harus sadar bahwa kita sedang berada di atas kenikmatan yang sangat besar مدرسين مكان الدراسة tempat untuk belajar مكان yang telah disediakan semua orang yang ada disini menghormati penuntut ilmu الأولاد الذين يدرسون في الخارج هؤلاء لا يحترمهم من ناس يحترموك أنت لأنك طالب علم طالب علم شريعة طالب علم عقيدة طالب قرآن يحترموك أنت سبحان الله أنت لماذا لا تقوم بواجبت الحق أما أن تتطعب ماذا تريد أن تسبره؟ ماذا تريد أن تسبره؟ ماذا تريد أن تسبره؟ أو أصدقاء أن تسبره؟ أنت الآن في وظيفة الانبياء والرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقول أن تعبت لا لا الل nuts شان 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 ambulance شان 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 شК ش ش ش ش ش ش ش injuries twist ش و لا تحفظ لا تحترم المعلمين لا تحترم نظام المدرسة لا تحترم نظام المدرسة لا تحترم نظام المدرسة لماذا؟ هناك شياطين من الجن لكن أخطر منهم شياطين لكن يتخلق نظام المدرسة لأن شيطان الانس لا يهب عندما تقول عُوذُ بِاللّمي الشيطان رجيم يوال يقول ماذا تستفيد في الجرسة الشعيين وانت تسكت تكون صحيح لأنه سيطان لماذا نسمع للشياطين إذن هناك ما لا يريد لك تتقدم تتفوق تسبح طالب علم تسبح عالم تسبح داعي تسبح مددس قرآن هناك هناك يوجد رجل من اليابان هناك من اليابان دولة اليابان أرسلوه إلى المانيا أرسلوه إلى المكافحة 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 نعم إذا كنت نقل في حياتنا يعني مرة هذا الشيخ يقول أنه أعلم العلم سيئة سيئة سنوات هكذا هو يفكر سيئة صغير به نعم سيئة سنوات نعم إذا كنت نخلق مثل مثل نحن 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 6 سنوات يقول ستت أشهر أحفظ في القرآن ثم ستت أشهر أدرس فيها لغة العربية أنت لا تقول ستت أشهر هو ينام يلعب لا ستت أشهر هو ينام و يمشي و يجلس مع القرآن ينام يراجع القرآن يقوم الليل بالقرآن وهو يدعي بالقرآن يدعي بالقرآن يدعي بالقرآن يقوم باكات التفصير ليقوم باكات التفصير يبحث أن يعمل قرآن كل يوم يقوم باكات التفصير الستت أشهر لغة العربية لكن كيف يتعلم لغة عربية كيف يانسى اللغة الاندنسية يانسى حج يلقي اندنسية أبنى لا يسمع إلا لغة عربية اَنَانَ نَوْنَنَنَ تُمْلِ Yang ً diet 50% حَلَغَيْا يَنَانَ نَوْمُ مَنِعَاءُ حَلَغَيْا فْمُ�� لو toothp valuation لا تسمع إلا لغا العربية لا تنظر إلا لغا العربية الحاتف تغير في لغا العربية الكتب اللوحات في القرفة تضع الخروف تضع كل شيء في لغا العربية أولا فهي завريبه إنه الهاتف هذا الرسول قلناه أنظر هنا هو لا يظر إلى هذا يظر فقط إلى الوري الأربية فقط لا يظر إلى الوري الوحى لا أرام أبعين مثلا كنت عندما نرى الآخر أنت يوجد سعيده نحن لا أستطيع أن أتسمعها البحثه نحن نحن نرى نحن نتسمعها هذا الثالث الأول الشمع الثالث نظر هنا لا تتكلم بلسانك إلا بالعرب تخطئ من إشكال هذا الأمم ترجمه يخطئ من إشكال إذا لم يخطئ لا تعلق أصلا إذا لم أتكلم بلسانك إلا بالعرب ما تقديل معنا؟ ما تقديل معنا؟ هنا هناك يستمرون لا تكتب إلا بالعرب لا تكتب بلعرب ألوتي أبداً كل يوم تكتب تكتب نعم Yang keempat adalah tangan kita kita berusaha untuk tidak menggunakan tangan kita kecuali untuk menulis tulisan-tulisan Arab saja ما تقديل معنا؟ ماذا بقى ما تقلقه حمس خمس عندك فاقه دوك نعم 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 اللغة العربية الصعب الأفعال وهو ما قال؟ من قال نعم؟ من يقول نعم؟ هل gabه؟ بذلك الوقت سيتنا صدقاء هل تعانف؟ هل تحضين معه؟ يوجه الأقضاء هل معه؟ هل يوجه أنه؟ أقضاء؟ وأهل هي إذن رائح؟ هل يوجه الظانف؟ هل يوجه أقضيتك؟ هل يوجه نعم؟ اللغة العربية هي أسهل لغة لماذا؟ لأن الله يُعين علىها سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى يمنح أسهل من اللغة الإجرسية صح؟ لغة القرآن لغة العربية كل واحد فيكم يتكلم باللغة العربية كل واحد فيهم لغة القرآن من اللغة العربية اللهم اعطم في اللهم الإقراض الفاتحه صحيح؟ أريد اخاكم الله صحيح؟ لغة العربية متاذ 재� ayuda بإذنیز wanna .. أريد إن من اللغة الحربية المنians braucht ب어요 المنLER تعالى بعد ذكرة قر evenings نعم، لذكرة زكرة كessen بحكين بحك Louise اجنعت نعم، من ما لا نکís centre ما هذه ال kediedة؟ ما اسمها؟ اسمه؟ ما آغة عرب؟ اللغة كل مسلم هي اللغة العربية أصلاً لا يمكن تفهم الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية تخيله بواسنة لا يمكن تفهم الكتاب والسنة إلا بتعلم اللغة العربية على الصورة الأخيرة العربية المختلفة الذي كان يتم تعلمه ان تخيله على الصورة الأخيرة يتم تعلمه في Planمورة على الصورة الأخير وهو في السكان الأخير سعيد أخبره الآن يا عز ان قال لعده من أسباب انتشار البدع على معرفة اللغة العربية لأنه لا يعرف اللغة العربية لأنه لا يعرف اللغة العربية لا يمكن أن يكون لدينا عالم لأنه لا يمكن أن يكون لدينا عالم صحيح ستة أشهر بإذن الله إن شاء الله كلنا يمكن أن يكون لدينا عربية لكن كل شيء حولك عربي تقدير إن شاء الله لا تسمع شيء إن شاء الله إن شاء الله لكننا لا يمكن أن يكون لدينا Fikir لا يمكن أن يكون لدينا عرب لا يمكن أن يكون لدينا عربية لذلك أيها الأن ثم أكثر لأنه في أين أن تستمر في فقه بإذن الله لكن كل يوم هذا يدرس ويُعِيد الدرس ويُعِيد ويُعِيد وَلَا يَفْهَم وَلَا يُرَاجِح ونهاش وي eens Ethereum ونهاش ونهاش لعبارة لَا يُر 없이يل وَلَا يُرَاجِح أَلن عَلُمْ عَلِمْ أَوَلَاهَن عندما ترابت بقید وَاورَهَم آرَاهَن وَا عَارَى فَقَد وَا لا يمكن يخلج من غيره على العالم لا إمام بخاري من أفضل علماء العربية سباوي غير عربي سباوي اسمه ليسي عربي دي سيئيان لائد علماء العربية علماء العربية في تقليل العربية سباوي سباوي أكبر قموس عندنا في اللغة العربية فيروس أبادي غير عربي سباوي تطريبا سباوي أكبر قموس على الوغة العربية سباوي عربي سباوي عبر قموس على الطبي سباوي والداختار لنافسك الآن نعملنا كلنا اختاراً هو مختصر أردنا مثل البخاري أردنا مثل البخاري أردنا مثل سباوين او نعمل نظر أو أردنا مثل نظر ما بقي إلا نعمل مالك الرغم نحن نحن نعمل نحن نحن مرحبا للاعي للاعي من تعرفون من العلماء من؟ 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 الممام الشافعي إمامنا تظن الشافعي كان يلعب 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 تظن يلعب لا كيف أن تلعب إذا الشافعي لا يلعب أن تلعب يلعب 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 يوم واحد في الأسبوع ممكن لكن حياتك كلها لعب يلعب 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 والله أعلم صلى الله على نبيه محمد وآده صحبه الله خير الأسئلة للصغار يلعب لأسئلة للصغير الأسئلة هي كبيرة لكن في علم إذا تعلم يفوق الكبار يلعب سيكون أسف سعيد يلعب 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 ما روح مت覆 سعيد وكان يسمع من الناس القرآن مَا أَسْلَمْ هُوَ هَذَا الْوَقْتِ لَهُوَ وَلَا قَوْمِهِ Pada saat itu dia belum masuk ke Islam dan juga kaumnya belum masuk ke dalam agama Islam ثُمَّ مَنْدَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَلَى قَوْمِهِ أَسْلَمُ كُلَّهُ Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menaruniakan kepada dia dan kepada kaumnya hingga akhirnya mereka semua masuk ke Islam ketika mereka ingin melaksanakan salat وَجَدُ النُعَمُنْ هُوَ الْأَحْفَظُ وَاحِدْ فِي الْقَوْمِ Ternyata mereka mendapati bahwasannya Amr adalah orang yang paling banyak menghafalkan Al-Quran sementara umur dia tujuh tahun Mereka mengedepankan Amr ibn Abi Salamah untuk menjadi imam Contoh yang lain salah seorang sahabat Nabi yang bertama Usama ibn Zaid Ketika dia berumur tujuh belas tahun dia mampu menjadi seorang panglima yang dibawahnya adalah Abu Bakr as-Siddiq, Umar bin Khattab dan para pembesar sahabat lainnya Seorang ibu memiliki seorang anak kecil Ketika anak ini menangis tentunya dia akan berusaha untuk mendiamkannya Apa yang dikatakan oleh ibu ini kepada anaknya? Apa di Indonesia? Bagaimana cara mendiamkan anak yang lagi nangis? Di Indonesia bagaimana cara? Biasanya nyanyi Dan akhirnya anaknya ini tumbuh di atas musim Dia akan terbiasa untuk menyanyi Apa yang kita katakan? Apa? Ketika anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair Menangis, dia berusaha untuk mendiamkannya Apakah dengan menyanyi? Tidak Karena ini adalah lelaki Yang lagi dididik adalah seorang lelaki Asma'ah radiyallahu anha Yang mendiamkan Abdullah bin Zubair dengan mengatakan Sesungguhnya Kalau dalam bahasa Indonesia Sesungguhnya engkau adalah seorang pejuang yang pandai, yang pintar Kalau di Indonesia mungkin beda lagi ya Beda lagi redaksinya Benar? InsyaAllah Bagaimana cara seseorang agar bisa menjadi lelaki Keperibadian yang berjiwa lelaki Bagaimana? Bagaimana caranya disini? Kep? Saya akan mengajarkan caranya bagaimana Di sini di Indonesia orang yang merokok adalah lelaki Benar? Benar atau tidak? Nah Iya Baik ada seorang wanita yang sampai umurnya 50 tahun Baik di Indonesia ataupun di Saudi Dia merokok Tapi dia Kelaminya tidak berubah menjadi lelaki Kenapa? Izan yakitibu alaikum Berarti mereka semuanya berdusta atas kita Rajun Yashrab tukhan rajun Apakah Seorang merokok Dia saja yang dinamakkan lelaki? Aladzi yashrab tukhan Seorang perokok Sebetulnya dia adalah seorang safih Seorang yang tidak berakal Kenapa? Karena secara tidak langsung dia sedang membakar uangnya Dan orang yang seperti ini Di dalam syariah Islam Itu hartanya disita Disita oleh pemimpin Dengan tujuan agar apa? Agar hartanya itu terjaga Tidak terbuang sia-sia Kalau seandainya ada orang di luar sana Dia mengeluarkan uangnya Kemudian dia robek-robek Kemudian dia buang begitu saja Kita akan mengatakan apa bagi dia? Kita akan mengatakan Kasih saya lebih baik duitnya Dan ini Ini syekh Dia menyalakan kendaraannya Kemudian kita kasih dia sedotan Kemudian dia sedot asap dari kenal pot itu gratis Kenapa harus mengeluarkan uang Sementara ada cara yang gratis Yaitu dengan menghisap asap lewat kenal pot Benar atau tidak? Kenapa kita buang duit kita sia-sia? Kalau ada di luar sana Orang yang menghisap asap dari kenal pot kendaraannya Kita akan mengatakan apa dia? Apakah dia orang gila? Tidak Benar? Majlun Kita katakan dia orang gila? Benar atau tidak? Pertanyaan selanjutnya Tempat yang paling istimewa untuk merokok Itu dimana? Saya akan menjelaskan Berdasarkan pengalaman Beliau pernah bertanya Kepada sekian banyak para perokok Apa tempat yang paling istimewa untuk merokok? Tempat yang paling istimewa adalah Hamar mandi Kenapa? Karena baunya mirip-mirip Dan dia menghisap rokok bersama setan Ada seseorang yang menghisap rokok di masjid? Tidak ada Apakah berani menghisap rokok di rumah sakit? Tapi yang jelas ya Seseorang menghisap rokok di samping kotoran Setelah yang kita jelaskan Apakah kita berani mengatakan bahwa Hanya perokok saja yang kita katakan Lelaki? Dia bukan lelaki Contoh misalkan ada seseorang yang menyembeli untuk lautan Apakah ada seseorang yang berakal Dia mendekatkan diri kepada Allah Dengan menyebabkan sembilan untuk lautan? Apakah ada seseorang yang membeli untuk jinn? Ada seseorang yang berani bermain sihir? Mungkin Apakah ada? Mungkin Kalau seandainya ada orang yang seperti ini Berarti Jin dan setan semuanya ada dalam dirinya Tidak akan keluar dari dia Maka disini antun dalam kondisi yang sangat berbahaya Para penuntut ilmu Para setan yang ada di sekitar kalian itu Mengingatkan agar kalian tidak belajar Paham? Akhtar syaitan Setan yang paling berbahaya apa tadi? Ins Setan manusia Ya Suat Ada pertanyaan? Bagaimana caranya agar seorang penuntut ilmu Bisa mengikhlaskan niatnya? Selama kita masih berada di jalur penuntut ilmu Maka jangan pedulikan pikiran-pikiran yang lain Kita berusaha untuk terus jalan di atas jalan ini Jangan takut Jangan sampai saya teman mertawakan anda dengan mengatakan Kamu tidak bisa mengikhlaskan niat Kemudian tinggalkan penuntut ilmu Harusnya kita berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah Agar kita diberikan keikhlasan Nah Ya Ada lagi yang lain? Ada minis sikap? Apakah ini anak-anak yang berdiri? Nah Masya Allah Masya Allah Bagaimana caranya Dalam itu ilmu ini Bagaimana Atau perbedaan Daripada Pemahaman Pemahaman yang sahih dari Al-Turut Dan pemahaman sahih dari Hadis Kemudian masalah menuntut ilmu juga Bagaimana Bila wajah Para ulama ini Dalam menuntut ilmu ini Nah Yang kedua betul Cara para ulama menuntut ilmu Pemahaman yang benar di dalam Al-Quran Dan cara memahami sunnah Yang benar adalah Dengan mengikuti Pemahaman para sahabat Radiyallahu anhu Bukan dengan akal Kita semua Perhatikan bagaimana Cara para sahabat Memahami Al-Quran dan sunnah Bagaimana mereka Mengamalkan keduanya Yang harus kita perhatikan adalah Amalan Perbuatan para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah Al-ulama Yadlub al-ilm Kama talab As-sahabat Radiyallahu anhu Para ulama dahulu Menuntut ilmu Dengan cara Sebagaimana yang dilakukan Oleh para sahabat Radiyallahu anhu Bagaimana cara menghilangkan Nasib ilmu Dan sya'at Khaifah mudhik Al-futur Al-ta'ab Sallallahu alaihi wasallam Khaifah yadhabal Al-futur Al-ta'ab Nah Testa'in Billah La hawla Wala quwata Illa billah Cara menghilangkan Futur dan lelah Dalam menuntut ilmu Adalah dengan meminta Pertolongan kepada Allah Azza wa Jal Mengucapkan La hawla Wala quwata Illa billah Tiada daya Dan kekuatan Kecuali Dari Allah Azza wa Jal Tanamu wakil Kemudian Yang kedua Dengan Dengan berusaha Cepat tidur Seorang penuntut ilmu Tidak banyak makan Dan minum Puasa lebih baik Tad'u Allah Memperdoa Kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menggolongkan kita Bersama para penuntut ilmu Dan para orang-orang soleh Ketika datang Ketika datang kantung Rasa ngantuk kita Misalkan Maka disini Kita berusaha Untuk bergerak Berjalan Tapi seseorang Yang menuntut ilmu Sambil tidur Tiduran di atas kasur Misalkan Pasti akan datang Rasa kantung Atau misalkan Belajar di tempat-tempat Yang pemandangannya indah Ini bukan Untuk menuntut ilmu Di sini Menuntut ilmu Itu di dalam masjid Tinggalkan HP Tinggalkan Google Ada pertanyaan yang lain Anak-anak Ya Seseorang Maksudkan Adat Utama daripada Tiong Dia bertentang Kuas-kuasanya Dia mengatakan Jelumuh Kalau dia Sebenarnya sesuatu Dia berkata Ini salah Ini halal Ini syirik Ini Bagaimana Tiong Nah Harusnya Adab itu harus berjalan Secara bersama dengan ilmu Adab tanpa ilmu Tidak akan mungkin terjadi Aisyah radiyallahu anha Pernah ditanya Tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wa sallam Alat Kana khulukul Quran Ya'ni Iza arat Tentara alquran Amamak Yamshi Ala al-arru Amali Hua nabi sallallahu alaihi wa sallam Hada al-akhlaq Kemudian Amal Al-Quran Aisyah radiyallahu anha Menjawab Bahwa akhlak nabi sallallahu alaihi wa sallam Adalah al-Quran Maknanya Kalau seandainya kita ingin Melihat Al-Quran Yang berjalan Adalah Praktek sehari-hari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Inilah yang dinamakan Dengan akhlak Yaitu Ilmu Tidak ada faedahnya Seseorang yang beradab Tapi dia tidak melaksanakan salat Sah Abu Talib Kan ahsan Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Min ahsan Abu Talib dahulu Seseorang yang paling baik Yang paling banyak Menolong Nabi sallallahu alaihi wa sallam Lakan kafir Tapi dia kafir Yang faedah Apakah bermanfaat Tidak bermanfaat sikapnya Al-Akhlaq Al-Akhlaq Barakallahu alaihi wa sallam Hada su'ana sahih Kata beliau Ini Etika seorang penuntut ilmu Dia mengedepankan adab Ketika bertanya Mendoakan terlebih dahulu Mengucapkan jazakullahu khairab Barakallahu alaihi wa sallam Ini baru adab Al-Talib Ahyanin yakun Hwa mu'allim Lil ustad Seorang penuntut ilmu Terkadang Dia Adalah guru bagi ustadnya Contohnya misalkan ya Pada hari ini Kita Apa namanya Menghusir salah seorang Dari murid Karena dia tidak hafal Pergi Oh dia bertanya kemana Pergi ke pasar Dia bertanya lagi Kenapa Karena di pasar Di sana Tidak perlu ada hafalan Tidak perlu ada adab Kemudian penuntut ilmu Tadi berkata Kata dia Kalau seandainya Saya berhasil Saya sukses Maka engkau adalah sebabnya Kalau seandainya Saya berada di pasar Maka anda juga sebabnya Adab Di sini dia sedang Melakukan adab Dan etika Dalam mengajari guru Apa Tama Kita di sini harus Salim tolong Menolong bersama Para guru Kita harus Saling tolong Menolong Bersama para guru Dan juga bersama Para Anggota Kesantrian Kita harus Sama-sama Menjadikan Sekolahan ini Sekolahan yang Paling Baik Kenapa Sekarang kita Datang ke tempat ini Apakah Tujuannya untuk Mencelak Sekolahan ini Tentunya Tidak Kita datang Ketempat ini Tujuannya adalah Agar kita Saling tolong Saling bahu Agar sekolah ini Menjadi sekolahan Yang paling istimewa Kita cari kesalahannya Kemudian kita Ajak Para Para siswa Dan juga Para guru Kita harus Bersama-sama Berpegang Tuku di atas Sunnah Nabi Kita harus Amalkan Sunnah Nabi Kita perhatikan Baik-baik Bahasa Arab Apa yang telah Kita lakukan Disini Kita telah Memberikan Solusi Solusi Dan langkah Langkah Yang telah Kita jelaskan Tapi Masalahnya adalah Kita letak Pada orang-orang Yang biasa Menghina Dan mencelah Saja Tidak seperti ini Cara yang benar Harusnya kita Saling tolong Menolong Untuk memperbaiki Keadaan Sebagian mereka Menjalankan Langkah yang pertama Ini yang mereka Mampu Kemudian Kita berusaha Untuk menjalankan Langkah yang kedua Kita berusaha Untuk menjadikan Ma'ahat ini Menjadi lebih maju Cara belajarnya Juga menjadi Lebih maju Misalkan Ini yang ada Apa yang harus Kita lakukan Kita berusaha Untuk Membuat Daura Pelatihan Pelatihan Untuk para guru Tidak cukup Yang berpikir Tentang hal ini Hanya orang-orang Yang berada di kantor Saja Itu tidak cukup Setiap orang dari kita Harus memikirkan hal ini Karena ini Karena ini Berkaitan dengan Kesuksesan Kesuksesan Bersama Dalam sekolah ini Contoh 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 Misalkan Ada yang melihat Temannya Berbuat sihir Di kamar mandi Apakah dia Menutupi Kesalahannya Apakah dia Beralasan Dengan hadith Tidak Tidak boleh Karena ini Merupakan bagian Dari kerusakan Karena sihir Bagian dari Kesyirikan besar Harus datang Kekantor Ke pihak yang berguna Contohnya Misalkan Ada seorang Seorang Siswa Yang kentut Keluar angin Apakah kita Kasih tahu Para guru Karena dia kentut Tidak Disini Alasan yang tepat Adalah hadith Nabi SAW Barang sampai Menutupi Hadith saudaranya Akan ditutupi Alayhi Allah Ada pertanyaan Yang lain Tidak boleh Sama sekali Tidak ada yang bertanya Kenapa Tidak ada yang bertanya Sebelah sini Naam Waalaikumussalam Wa rahmatullah Wa yakun Tidak ada yang bertanya Tidak ada yang bertanya Tidak ada yang bertanya Tidak ada yang bertanya Atau sebab Mereka Mengharap Sebab-sebab Mengharap 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 Seseorang Sehingga Yang tidak bisa Masuk Dan tidak bisa الاسباب التكبر متكبر تكبر على علم تكبر على علماء تكبر على علماء تكبر على مدرس تكبر على علماء لا تتواضع يغفعك الله كذلك اسأل عندك سؤال اسأل لديك مشكلة اسأل عندك شيء في رأسك عندك شبها لازم تسأل مدرس يلعب الطلاب يضعو والد ينم هكذا ومن ثم يغفعوها كذلك ومن ثم يغفعوها كذلك طيب لماذا لا تسأل أستاذ لماذا لا تسأل أستاذ من الأشياء التي تكون سبب في تخريب المعهد لماذا لا تسأل أستاذ 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 أشهد أن يكون لك فتح في فتن رسول الله أشهد أن يكون لك فتح في فتن رسول الله أشهد أن يكون لك فتح في 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 فت الله أكبر و أكبر لا ألا إلا الله لا إلاه بسم الله نحفظ القرآن مع التدبور والعمل نحفظ المتون العلمية التي أوصى بها العلماء نبد من اليوم نبدأ نبدأ من الآن نبدأ تعلم اللغة العربية نبدأ من الآن نبدأ تدبأ تعلم اللغة العربية نبدأ نحفظ تصنع برنامج لنافسك قبل أن يأتي المدرس أنا محضر الدرس نعم نعم تعطي كل علمات التي أوصى بها العلماء لكن بالتدرج نعم 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 بلاد المعنى من الجامعة كتب خذوا منهم مثلا تسمع على المتن تصحح على المتن نعم تستفيد من المواقع المنثوق نعم 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 adalah situsnya beliau yang beliau namakan dengan ma'ahad as-sunnah, beliau memiliki situs namanya ma'ahad as-sunnah, kalau kita ketik di google, ma'ahad as-sunnah maka kita akan mendapati situs website yang sangat bermanfaat sekali, beliau telah menyediakan materi, materi membahas tentang matan-matan ilmu secara bertahap dan telah disediakan dalam berbagai macam bahasa di antaranya adalah bahasa Indonesia, beliau tidak hanya menyediakan materi saja, tapi beliau membagi materi tersebut menjadi pelajaran-pelajaran yang berkala, setiap pelajaran, setiap materi beliau ikutkan ikut sertakan dengan evaluasinya kemudian materi yang kedua ada evaluasinya materi yang ketiga ada evaluasinya dan ini ya, fungsi dan tujuannya adalah agar kita bisa melihat bagaimana pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari dengan ini insya Allah kita sudah saling tolong menolong dalam meningkatkan keilmuan kita apakah Antun ingin kita kembali lagi ke tempat ini atau cukup sekali saja apa cukup sekali saja beliau ke sini terus andainya Antun semua menginginkan agar kita ya suatu saat bisa kembali lagi ke tempat ini ya syaratnya adalah kita harus mendapatkan terlebih dahulu data dari para ustaz bahwa semua yang menghadiri kajian ini atau para santri lebih khusus ya mereka telah mengambil faedah mereka telah merojah mengulangi menguasai apa yang telah kita ambil yang kita telah pelajari di sini ya karena tidak mungkin kalau seandainya kita nanti datang lagi ke sini kemudian hanya sekedar berbicara saja tidak ada manfaat tidak ada manfaat yang dapat dipetik akhirnya apa? akhirnya mesti sia-sia tidak ada sesuatu yang kita bisa pelajari sepakat ya kita amalkan kita pelajari kita hafalkan mata ini kita saling tolong menolong membahu-membahu bersama para ustaz tentang adab berusaha untuk menjaga etika Islam labud an yazhar ashar talab al-ilm alaih ciri-ciri penuntut ilmu ini harus ada dalam keberabadian kita sehari-hari naam ya anda meskul ida hadha narja wala la narja naam disini insya Allah Ustaz Mufasir yang akan menjadi penanggung jawabnya kalau seandainya beliau sudah memberikan data sesuai dengan yang diinginkan oleh Syekh insya Allah kita akan kembali kalau enggak ya mahasalam mahasalam naam 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 wa yaakum naam ha suda suda aywa suda 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 المترجم للقناة 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 لا يوجد مكتبار لا يوجد مكتبار يولينا الحق حقا ونزرنا اكتباعا باطل الباطل ونزرنا اجتناعا اللهم يحيي القيوم برحمتك الاستغير وصل لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا وطنفة عين أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الأخوة حسنا وفي الأعذاب النار وصل الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله الخير أسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجر هؤلاء الصغار الذين يعجبوا لطلب العين وصل الله سبحانه وتعالى كما جمع بهم أن يجمعنا بنبينا عيه الصلاة والسلام في الدولة والسلام في الدولة والسلام في الدولة والسلام وصل الله خير أخير قلقا بليه محمد وطنفة الله سبحانه وتعالى dengan doa-doa yang بليه بانjatkan dan kita juga memakai kepada الله سبحانه وتعالى mengkabungkan doa-doa بليه kemudian beliau mengatakan bahwa semoga الله سبحانه وتعالى dan balas semua yang berpartisipasi sehingga terciptanya kajian ini yang mendatangkan anak-anak yang datang ke sini sehingga mereka bisa menuntut ilmu beliau juga memohon kepada الله sebagaimana Allah سبحانه وتعالى telah mengumpulkan kita di tempat ini semoga Allah kumpulkan kita kembali bersama Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم di suddha firdausa yang tertinggi Allahumma amin Allahumma amin terima kasih شكرا